احتفلت رعية القديس يحن المعمدان للروم الكاثوليك في مدينة العقبة بعيد القديسة بربارة وعيد تكريس أخوية أم النور للأمهات وانطلق الأب إبراهيم حجزين في عيضاته أولا من إنجيل المرأة النازفة التي لم تجد شفاء لألامها إلا بيسوع المسيح ثم وجه كلامه للأخوية قائلا وأنتن أيتها الأمهات ويجبتن النصيب الأفضل مثل مريم لتكريس أنفس كنة لأم النور وهذا التكريس هو عهد يومي تذكرنه في حياتكم اليومية ولتقل كل واحدة من كنة لنفسها علي أن أضع أمام نصب عيني هذا العهد لتكون العذراء قدوة لي وأكون مثالا صالحا لزوجي وأولادي ولجميع من حولي وبعد القداس تناولت الرعية بفرح قمح البربار المبارك